حضراكم الجديد ورسم كاملي معكم في الأهل الليلة في الفقرة الحوارات الثانية مع واحد من نزول مصر ونادي اتسانة كابتن شاكر عبد الفتاح كابتن شاكر برحب حضرتك أهلا بك كابتن عور عور حضرتك ايه الحمد لله بخير كله طبام الحمد لله كي طبعا بطولة أفريقيا شغالة زي ما سألتك كابتن شريف عبد المنعم على رأيه الفني كي طبعا رأي حضرتك الفني مهمة جدا وتكلمني بشكل كده عام على أداء منتخب مصر وفرص حظوظه في السعود ان شاء الله وأداء منتخب مصر بعد مباراته أمس أمام المنتخب المالي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يعني المبارات الافتتاحية دي دايما بتبقى لها ظروف خاصة طبعا إذا حبنا نتكلم على الأول دايما الجمهوري المصري دايما أو المشاهد المصري بتبقى عنده رغبات أنه ايه يتفرج على كورة ويستمتع بيها والفرقة تكسب ظروف المباراة بتختلف وأنا ممكن أبتدي من عند ما أتكلم بيك كابتن شوق غريب مبارح بعد الايه المباراة كابتن شوق قال أنه هو اتفرج وفرج الفرقة على مالي يمكن أكثر من عشر مرات صح دي يمكن عشان نقول الشكل اللي هو مش عاجب الناس أو بيقولوا الأداء ما كانش على المستوى اللي كان مطلوب فرقة مالي أو مالي بصفة خاصة من الدول اللي بتتطور في كرة القدم الفرقة دي لعبة نهائي التالت كاس العالم للشباب فالكرة متطورة في مالي كنا أنهم قاعدوا تفرجوا عشر مرات على الفرقة وممكن شافوها في حالات كتير ممتازة دي يمكن كانت إلى حد ما فيها زيادة من الشحن المعنوي على اللعبة وبالتالي بتلعب أنت أول مباراة اللي هي الافتتاح بتلعبها مع مالي فرقة من الفرقة المرشحة شيء طبيعي دايما المدرب بيحاول الافتتاح أن يكون جيد يكسب فيه ما بيهموش إلى حد ما الشكل أو الأداء أكتر من أنه هو ياخد التلات نقط فأعتقد أن الكابتن شاوي كان واقعي في تعامله مع المباراة بس ده طبعا ما يكونش نرجو أنه ما يكونش هو دي سمة للفرقة لأن في الشروط الثاني بصفة خاصة يعني كانت الحيازة كلها والسيطرة الميدانية كلها مع فرقة مالي وكان ممكن يوصلوا للتعادل طبعا كون أنه كان فيه شحن معناوي إلى حد ما خلى اللعيبة عندهم حذر شديد أوي مشوب بالخوف إلى حد ما وبالتالي كانت الفرصة كبيرة أوي لمالي في أنها تسيطر في الشروط الثاني بصفة عامة وإن كانت معظم المباراة هي مسيطرة لكن حماس اللعيبة إرادة اللعيبة داخل الملعب واضح أنهم برضو أعدوا الإعداد النفسي في أنهم تبقى عندهم إرادة عدم الخسارة دين امرأة واحد وبالتالي حتى يمكن نلاحظ أن واحد زي رمضان صبحي كان يمكن هو مهاجم بالصفة خاصة لعب أكتر وقته كان بيساعد في الناحية الدفاعية ده بيدي مؤشر على أن اللعيبة عندها إرادة في أن نخرج من الافتتاح بشكل كويس وعلى الأقل يهمنا الثلاث نقط قبل أي شيء تاني طبعاً أننا بالأداء دوت أو بالشكل ده نتمنى أنه ما يكونش هو ده مستوى الفرقة زي ما بنقول أنها المبارات اللي افتتاح بتبقى لها ظروف خاصة بتلعب فرقة بمستوى ممتاز مرشحة من ضمن المرشحين للبطولة ومعنا فرقتين أقوية جداً لأخرين لهم غانا والكاميرون فأنت هتلعب الماتش الأولاني وما تعرفش الفرقتين التانيين حيعملوا إيه فبقى الحظر هنا فإن لقدر الله لو كنا بتغلبنا يبقى أنت بتخرج خالي الوفاض في أول مباراة مضطر هنا في المجموعة دي إنك المباراتين اللي متبقيتين لازم حتماً عشان توصل للدور التاني إنك تكسب المباراتين لكن بعد الفوز أصبحت فرصتنا إحنا كبيرة وخاصة إن المباراة التانية الكاميرون وغانا اتعادلوا واحد واحد فأصبحنا إحنا أول المجموعة غانا هتلعب مالي كاميرون هتلعب مصر فأنا بقت فور سيتي أكبر في وسط الأربع فرق لكن لقدر الله لو حصل غير اللي حدث مبارح كنا احنا هنفضل متسويين معاهم ما كناش نبقى فرصتنا لعندنا الأولوية ويمكن الكابتن شاوء غريب برضو كان بيتكلم بواقعية بعد المباراة أيضاً وقال يعني أنا كان بيهمني المكسب قبل الأداء بشكل كبير بحكم أن مباراة الافتتاح بتبقى لها خصوصية وزي ما هو قال برضو وبنكرر تاني إنه هو تفرج عشر مرات واللعيبة معاه فأحياناً الفورجة كتير بتدي إحاء للعبين إن الفرقة دي خطيرة جداً فبيبقى الحذر بتحول إلى حد ما إلى شيء من الخوف في الملعب لكن اللعيبة طبعاً بتاعتنا من اللعيبة الجيدين كلهم بيلعبوا في أندياتهم سواء في الزمالك أو في الأهلي أو في إنبي أو في سموحة كلهم أو الإسماعيلي على اللعيبة على مستوى كبير محترفين ما هم مشوش محترفين لعيبة بيلعبوا دوري ممتاز أندياتهم بتعتمد عليهم فأعتقد إن إن شاء الله فرقتنا هتكون أفضل في المبارات القادمة لأنها إلى حد ما عندها محصلة بتعتمد عليها وإن كان هناك أخطاء طبعاً فنية قال عليها كابتن شوء مبارح يعني الراجل طبعاً كمدرب عارف وشايف فرقيته كان بتلعب إزاي وإيه السلبيات وإيه الإيجابيات وقال إن إحنا حنا نعمل على تحسين الأداء ودراسة الأخطاء أو السلبيات ونحاول نتجنبها في المباريات القادمة طيب كابتن شاكل لو صالت حراك بوضع بشكل عام عن المجموعة حراك تبعت بالقاءة الكاميرون وغانا كاميرون تقدمت 1-0 غانا تعادلت 1-1 وغانا خرجت يعني موقف أحسن يعني التعادل أفضل من الهزيمة لكن هل حركة وانت فكرة عامة عن المجموعة بشكل عام وإزاي ممكن منتخب مصر يواجه غانا المباراة اللي جاية وهل غانا منافس قوي وشارس ممكن يهدد خطورة للمنتخب وأنه المباراة مش مقياس أبداً بالنسبة لنا كمصريين وحن نتفرج على ماتش كاميرون وغانا هو شيء طبيعي غانا من الفرق كويسة غانا بصفة عامة كدولة من الدول المنافسة في أفريقيا بشكل كبير في كل العمار على كل المستويات غانا هي تاني دولة أفريقية بعد مصر في الحصول على البطولات الأفريقية عدد اللعيبة المحترفين في أوروبا برة معظمهم من غانا وبعدد كبير جداً فغانا من الدول القوية كروياً المجموعة بصفة عامة سواء غانا أو الكاميرون أو مالي الحمد لله خلصنا منها كلهم بيتميزوا بالبنية القوية العنف في الأداء بيلعبوا ما عندهمش يعني لأن مهزم اللعيبة بتلعب في أوروبا بتفضل بتلعب مع نهاية المباراة بصفارة الحكم يعني غانا بارح مغلوبين بيلعبوا بسيستم معين بيحاولوا يطبقوه في الملعب لحد آخر دقيقة ونفس الوضع الكاميرون دي السمة بتاعت الفرق القوية اللي هي معنا في مجموعتنا بيلعبوا مش من الفرق اللي هي بلغة الملاكمة انه هم راموا الفوطة بعد جول أو اتنين لا بيفضل يلعب للنهاية وعنده الأمل أفتكر لما غانا هتيجي تلعبنا وده ممكن يكون في مصلحتنا لأن غانا من الفرق اللي هتقل تلعب لحد آخر وقت يقولك أنا هلعب مصر في ملعبها مصر عندها ثلاث نقط أعتقد أنه هيحاول بقدر المستطاع أنه ما يتهزمش من مصر في هذه الحالة هيبقى عنده نقطتين ده لو تعادل صح نقطتين لسه بيبقى مديله الأمل الكبير لآخر مباراة أمام مالي لآخر مباراة أمام مالي وخاصة أن مالي هتلعب الكاميرون طب رأى كابتن في ماتش المالي والكاميرون هل حرك شايف أن فرصة مالي يعني هتكون قوية بعد الخسارة من منتخب مصر ولا الكاميرون هو اللي عنده دافع الأكبر بعد ما خرج بنتيجة أجابية قدام غانا هو برضو يعني موقف الكاميرون صعب زي مالي مشابه لموقف غانا بس مالي وكاميرون يعني مش فرق كتير زي يوم زي بعض ده صفر وده نقطة زي يوم بس ده عنده نقطة برضو الكاميرون بيسعب قدر المستطاع نيفوز النيفوز على أساس أن آخر مباراة عنده هتبقى مع مصر فبرضو ما يعرفش حسوزه ممكن تبقى فيها صح إيه ودهواد بيتوقف على دايما هل مصر وغانا هيلعبوا الأول والنتيجة هتبان ولا مصر وغانا هيلعبوا الماتش التاني لو مصر وغانا هيلعبوا الماتش التاني الماتش هيبقى صعب قوي على مالي وعلى الكاميرون وإن كان مالي ما قداموه غير فرصة الفوز عشان يلحق يخش ضمن الثلاثة التانيين اللي هم ممكن يبقوا مرشحين هتبقى هنا في الحالة اللي زي دي الحسابات متشابكة لأن الأربع فرق أقوية فهنا برضو بيتوقف على مباراة مالي والكاميرون هتبقى الأول ولا هتبقى المباراة التانية برضو دي بتختلف أما بتبقى عارف نتيجة المنافسين بتبقى أفكارك وأدائك والدوافع بتاعة اللعيبة والمدارب بتختلف وده يمكن اللي كان سبب من الأسباب الرئيسية فيه أداء منتخبنا المباراة أنك أنت مش عارف الفرقتين التانين حيوصلوا لإيه وعايز من البداية أخذ الأولوية فيه أن أنا أفوز بالتلت نقط لكن زي ما بنقول كان ممكن أو كان فيه أكتر من فرصة في الشوط التاني بالذات مع مالي كانت ممكن توصلهم للتعادل لكن واضح أن أداء مالي في الشق الهجومي مش قوي ما عندهمش الحلول الكبيرة وخاصة أنهم بيقولون أن فيه أربعة من لعبتهم أو من أحسن اللاعبين اللي عندهم في أوروبا ما تجوش معهم مدين فرصة لناس تانية وبالتالي يمكن ده مأثر معاهم في الناحية الهجومية رغم السيطرة الكبيرة والفرص اللي أتيحت ليهم مبارح لكن برضو الحمد لله ما قدرواش يوصلوا للتعادل مجموعة تانية كابتن شاكر رأي حررتك فيها المباراة قولها ما بين كوتيفور وناجيريا نتهيب بفوز كوتيفور 1-0 بصراحة يعني ممكن نقول أنه عكس المتوقع أنه ممكن منتخب ناجيريا في مرحلة الناشئين ممكن يكون حظوظه أكبر شوية من كوتيفور لكن كوتيفور واضح لما يتطوروا زي مماري متطورة وبدأت تتطور في كرة القدم لكن كوتيفور كسبة 1-0 مباراة حاليا ما بين زنبيا وجنوب أفريقيا المباراة يعني نتكلم فيه تعادل سلبي ما بين الفريقين من العفل في دياء 80 ومتبقي 10 دقايق وجنوب أفريقيا بعد الأداء اللي أقدمت أمام منتخب مصر في المباراة الودية يعني قلنا عليه منتخب قوي واضح أنه منتخب زنبيا كمان منتخب قوي وقادر أنه يكون فيه تنافس ما بينه ما بين منتخب جنوب أفريقيا رأي حداك سريعا لو حتى يعني تقول لي ملاحظتك على المجموعة الثانية هل ترشح مين فيهم هل المجموعة أقوى من مجموعة منتخب مصر ولا المجموعتين كل واحد عنده ميزات وعيوب لا طبيعي يعني كل إن دول التمن فرق اللي وصلوا للنهائيات يبقى بنسبة 90% على الأقل دول أقوى تمن فرق في القرى الأفريقية 20 سنة وكودفور الكرة فيها متطورة وعلى مستوى عالي زنبيا نفس القصة جنوب أفريقيا ونيجيريا يعني يمكن تعتبر زنبيا هي ربعهم لكن التلاتة التانيين نيجيريا جنوب أفريقيا كودفور ما يقلوش في القوة أو في الأداء عن الأربع فرق التانيين بتوى المجموعة التانية وأعتقد يعني فرص أو حزوز كودفور بعد فوزه على نيجيريا بقى حزوزه كبيرة لأنه كده عد عقبة كبيرة شديدة شوية يعني أصعب مرحلة أو أصعب فريف المجموعة وبرضو دي مباريات البداية فبرضو حزوزه زي حزوز مصر داخل المباراة التانية وهو معه ثلاث نقاط يمكن أسهلهم زنبيا فممكن يكون بيعتمد على كده وخاصة أن أثناء ما كان هو بيقابل زنبيا هتكون نيجيريا بتقابل جنوب أفريقيا فبتبقى حزوزه بقت أكبر دلوقتي وخاصة أنه هو فاز نفس القصة عندنا يعني الظروف متشابهة إحنا كسبنا هنلاعب الكاميرون هنلاعب غانا والكاميرون هيلعب مالي فنفس القصة مع الفارق أن مالي خسران والكاميرون متعادل فعنده نقطة فعنده حاجة إلى حد ما بتسنده فالمجموعتين أعتقد متقربين في القوة متقربين في المستوى الفني إحنا يمكن الفرقة الوحيدة اللي في التمن فرق اللي مطلوب مننا عدم الاحتكاك الكتير لأن هم بيلعبوا بعنف وبقوة شديدة جدا فكلما استخدمنا الكورة بعيدة عن المنافس بشكل أسرع برؤية واضحة هنا مش هيبقى فيه الاحتكاك الكتير وإحنا يمكن من حظنا أو من حصن حظنا أن اللعبة الوحيدة اللي اتعاملت عرضية وكان مشترك فيها مدافع هو كان أقصر مدافع في فرقة مالي اللي هو اشترك معه مصطفى محمد الرجل الباك الشمال اللي هو أبو شعر أقر الباك الشمال أو الباك يمين أو الباك اليمين أبو شعر باك الشمال باك الشمال صح لأنه اللي كان مغطي التغطية رقم 12 صح فالباقيين لو تلاحظ عملت إحصائية على كل كورة عاملة بالعرب أو كور عالية كانت لعيبة مالي بحكم الطول طبعا وحكم أن إحنا كان العدد بتاعنا هجوميا دايما قليل مفيش غير مصطفى محمد وده كان طبعا بسبب أن الطرفين الهجوميين باستمرار كانوا بيسقطوا كتير قوي عشان يدفعوا مع لعيبة نص الملعب فطبعا الاحتكاك والكورة العالية مش في صالحنا مع الفرق داي كابتن شاكر دايما يعني المحللين والنقاط وكل من هو يتكلم أو يتحدث عن مباراة كورة القدم يتكلم دايما عن الصعوبة البدايات في المباراة الأولى ليه دايما المباراة الأولى في أي بطولة سواء بطولة الدولية أو بطولات مجمعة مثل بطولات أفريقيا ليه المباراة الأولى بتكون صعبة يعني ايش previously معنى المباراة الأولى اللي بنقول لو عديناها بنتيجة إيجابية تفتح لنا يعني مفتاح تأهل أو مفتاح صعود أو مفتاح في المشوار اللي بيحنا بنفس عليه على البطولة ليه دايما المباراة الأولى هي بيكون مشكلة. على اساس انك انت المجموعة اللي بتلعب فيها انت البداية جاي معاك. انا بكلم يا كابتل مشاكل عام. بصفة عامة انا بكلم على كده. البداية البداية بيبقى فرقتين بيلعبوا. ما يعرفوش نتائج الفرق التانية لسه. فهو بيبقى ده هاجس جواه. مش عارف ايه اللي بعدين. فبيبقى الى حد ما في شيء من التوتر شوية. الشحن الجماهير وخاصة اما بيكون اللي بيلعب المباراة الاولى هو صاحب الضيافة في اه. فالكوتفورو نيجيريا هم اتنين غراب يعملون. هم اتنين غراب. بس الاتنين التانيين ما يعرفوش الفرقتين التانيين. ما بيلعبوش في توقيت واحد. فكوفة ده بيعمل لهم ايه. شيء من الايه. التوتر. احنا يعني زي ما قلت لك ان الكابتن شوق غريب. قال في تصريحه ان انا اتفرجت عشر مرات على الفرقة. وخليت الفرقة او منتخبنا اتفرج هو كمان العشر مرات. اه من وجهة نظر الشخصية وجايز ممكن تكون صح ممكن تكون غلط دي تبقى للايه. لتركيبة الشخصية ونوعية اللاعبة اللي معك. اه قد يكون دوة اداهم شيء اتفرجوا على ماليه. فاداء ممكن كان اكتر من ممتاز في اكتر من مناسبة. يمكن ده اداهم شيء من الحذر الشديد اللي اه مشوب بالخوف. يعني حتى يمكن الكابتن شوقي في كلامه. قال ان مالي بتلعب كرة كويسة وسريعة. وده احنا شفناه. فانا فضلت ان انا ما ادهمش اي مساحات في الملعب. وخاصة في التلت المؤثر اللي هو التلت الدفاع بتاعنا. اللي هو التلت الهجوم بتاع فريق اه مالي. عشان كده كان عامل الاسلوب الدفاعي. اللي هو فعلا كان بنسبة كبيرة كان ناجح في الشرط الاولاني. الشرط التاني يمكن حصل شيء من الابتعاد ما بين الخطوط وبعدها. خصوصا خط النص مع خط الهجوم. تأخر المهاجمين كتير الطرفين بالذات. طبعا اصابة احمد حمدي. برضو دي ما كانتش في الحسابات اكيد طبعا. فجأة. حاجة التكلم على ناصر ماهر. اه على ناصر ماهر قصدي. اما ناصر ماهر وقع على كتفه. ايوه. دي فرقة كتير لان ناصر ماهر هو اللي المفروض اميز اللاعبين في انه هو حلقة الوصل مع المهاجمين بصفة خاصة في عملية المراوغة التقدم بالكورة انه بيكسب ارض في الملعب. فخصرت نوعهم دي. بالرغم انه برضو عمار بيمتلك نفس الايه. الميزة. بس يمكن اه 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 اسمه ايه. نسيت اسمه. رمضان. لا مش رمضان اه. طب قولي بيلعب في الملاك. اللي اصيب. اللي اصيب. ناصر ماهر. ناصر ماهر. اه عشان خاطر لعب كتير قوي. السنة دي. فيمكن جهزيته. بس كابت ان اصابة ناصر ماهر اصابة يعني ليها علاقة بال بالعظم او ليها علاقة بتدخل عنيف من جانب لعبي منتخب مالي. مالي مرح دخل فيه دخلة كده في الهوى. خليه يقع على دراعه. خلي توازله طبعا. فنزل على دراعه. اه. دراعه. حصل له مشكلة في كتفه. عشان كده يقول الاحتكاك مع الثلاث فرق اللي معانا. اه. بس اه. بس اكتنا ناصر مارح. انت حركت مع نوعية ناصر لعب مهاري. فدايما احتكاكه بيكون مع لعيبة. حتى في الدورة المصر ما بيكونش بشكل مستمر. فعشان كده مبارح هو حتى كمان في التدخل دخل يعني مش قوي اه بنفس قوة لعب مالي. واحتكاكه حتى في الملعب. صح. ما بيبقاش دائما احتكاك هوائي. صح. احتكاك ارض. فهنا مهارته بتخدمه في انه يتخطى لاعب او اتنين. ونستفيد منه. فاصابة ناصر مهار برضو فرقت معه الفرقة الى حد ما. ساعة بيبقى المدرب عمل سيناريو. اه. بعد نص ساعة ممكن هيحصل ايه الشوت الاولاني خلص هيحصل ايه. الشوت التاني ممكن اي احتمالات هعمل كذا هعمل كذا. بس دي كانت بدري اوي اصابة اه ناصر اه ماهر. فدي برضو فرقت معانا الى حد ما. لكن قصة ان المباريات الاولى دي دايما بتبقى نمرة واحد. لان انت بتبقى اه مجهول بالنسبة ليك. الفرق اللي هي في المجموعة اللي معك بده ما هتلعب بعديك. لكن بعد ما بتلعب المباريات الاولى يعني احنا مثلا في سنة ستة وتمانين. في بطولة افريقيا. اول ماتش اخصرنا. اول ماتش اخصرنا. اول ماتش اخصرنا. قدام السنغال. قدام السنغال. وطبعا كنا تاني ماتش حنلاعب. اه كودفوار. كودفوار صح. كودفوار. اه. الناس كلها. اه. وكسبنا في اخر ربع ساعة. اه. يعني كل المناس بقت ايه متخيلة. كودفوار بقوتها دي يا طول. العيبة اللي كانت عندها. والكلام ده كله. احنا هنخسر. لكن كسبنا كودفوار وخدنا البطولة. كان ساعتها اه المدرب الانجليزي مايك سميث. مايك سميث. وكان معكابتن شيحت. الله ارحمه. انا مزاكر عكابتن كورا. طب. ابدو الوز عواب. حبيبك. طيب. يعني كنت انشكل ان شاء الله مبارات غانا اللي جاية. اه. نتوقع ان شاء الله ممكن نكون اول المتاهلين الى دور قبل النهائي. ان شاء الله. انا اعتقد. لان غانا برضو الى حد ما. من الفرق اللي بتلعب كورا. فاحنا كورا قدام كورا. بنيبك كويسية. اما بتلعب مع فرق عندها كورا. بتلعب معها. طبال الكورا الافريقية بقى تكبتن كلها كورا ما بقاش تعتمد على الياقب الدنيا والقوة الجسمانية. يعني عشر اخمشار سنة كنا بنشوف الكورا الافريقية بالنسبة لك كانت قوي جدا. وان المهارة كانت قليلة. كنا ممكن نلاقي لعب او اتنين هما اللي عندهم المهارة. لكن دلوقتي في عشرين تساعتاشر كورة القدم الحديثة والمتطورة مع كثرة احتراف اللعبة الافريقية وكثرة انشاء مدارس كورا القدم في افريقيا. طوارت من اللعبة الافريقية. فخلت عندهم مهارات واحتراف بدري. فده فرق معهم. فهل ده فعلا صحيح ولا لسه الجانب البدني طاغي على الجانب المالي في افريقيا. لا. بقى فيه فرق كبير قوي. الكورا الافريقية دلوقتي. يعني الكورا الافريقية زمان. زي ما تفضلت. مراكز التكوين. اللي عملتها الاندية الاوروبية. في افريقيا. بقت بتروح يتأسس اللعيب بدري. او المواهب اللي عندهم. يعني تلاقي الارسنال مش عارف في غانا. بس كدت من الغريب ان بلاقي اندية. يعني مثلا المانيا لما حب تنشئ نادي كان في السنغال. ونادي اسمه موينز. فموينز ده كانت بداية ظهور ساديو مانيف. فبرضو حالا كدت مش اندية قوية مش البايرن. مش بروسيا دورتمون. مش فرانكفورت. فحتى كابتن الاندية الصغيرة عينيها حتى على المواهب الافريقية. ايوه ابتادوا يعملوا اندية باسماءهم هناك. صح. ومراكز تكوين هناك. صح. بس في حاجة تانية عملوها. الموهبة الفزة اوي. ما بيسيبوهاش هناك على طول. بيوخدها. شحنها. يبقى هناك يعني خمستاشر ستاشر سنة بياخدوا مع مراكز التكوين بتاعتهم هناك. يعني شوف باريس سان جيرمان اللون الاصمر قد ايه هناك في فرنسا. صح. معظم الفرق ابتدت تاخد المواهب اللي هي ايه التفرة هتحصل عندها بدري. وممكن يشارك مع الفريق الكبير. يعني برشلونة عندهم لايه بعد انه 16 سنة. من غنيه بيساو وتخلى عن الجنسية وحصل على الجنسية الاسبانية شارك مع منتخب اسبانيا الاول والشباب. لوفاتي ده. بيلعبوا منتهى الجرأة ومنتهى السقة وكل حاجة. يعني ايه لايه بتاقني هتجيبه وشايف جنبه بمس في الملعب وجريزمان. هيجري الوحيد. يعني هتلاقيه عمال يجري طول الماتش. فطبعا الكرة الافريقية تطورت. لان ابتدى الاسلوب العلمي السليم. ابتدى الفكر بتاع اللعب الافريقي يتطور من مرحلة لمرحلة. الفكر التكتيكي داخل الملعب ابتدى يتطور. اللعبة والاداء الجماعي ابتدى ياخد شكل افضل بكتير. اختلفت تماما. عن انه كنت بتعتمد على النجم الاوحد كمهاجم او لعيب في نصر الملعب. وبتعتمد عليها اعتماد كل وجزء. والمدافعين والناس دي كلها بتقعد بقى تخبط بتعتمد على القوة البدنية وعلى السرعة وعلى الجري. فبتلاقي كان ساعتها الفكر والاداء الجماعي والتكتيكي هو اللي بيبقى متغلب عليهم في الحالات الازادية. هم اصبحوا دلوقتي خلاص اختلفوا كليا وجزئيا. اه الاعداد البدني او الحالة البدنية هي الوخود الاساسي اللي بيساعده على الاداء المهاري. صح. يعني انا عايز فيه كرة بيني وبينك. الاسرع فينا هو اللي هيوصل لها الاول. ده حقيقة. اللي عنده ردة الفعل السريعة الاشارة هتجيله للجهازة العاصمة هيتحرك قبل. التاني. فاذا العنصر البدني هو اساسي لانه هو المحرك واللي بيساعد على تنفيذ الاداء المهاري. التحرك بقى في الملعب اللي هو الفكر التكتيكي. التحرك بكورة والتحرك من غير كورة. انا معايا الكورة هعمل ايه. بعد ما بلعب الكورة هعمل ايه. مش هلعب الكورة لعمر. واقف اتفرج عليه. دور اللاعب بيبتدي بعد ما بيتخلص من الكورة. عشان هيساعد زميله. هيعمل له مساعدة. هيتحرك يفتح له مجال تاني. هيتحرك عشان يبقى الفرقة كوحدة واحدة. كل ده ابتدى في الفرق الافريقية يبقى ظاهر. بدليل مع احترامنا طبعا لكل فرقنا العربية الافريقية. ايوه ايوه. لحظة بس عشان انا كنت مستنى هراج تخلص عشان مش عايز اقاطي حضرتك. عشان وقتنا بيجري وعايز اسأل حراك سؤال. حراك طبعا عندك خبرة كبيرة جدا في الكورة العربية لكن في الامارات. لكن الكورة العربية شمال افريقيا اين هي. ما هنقولك هو. بدليل ان حصل التطور ده. تأكيد الكلام اللي انا بقوله ان مصر الوحيدة اللي موجودة في وسط تمن. ليبيا تونس الجزائر المغرب. ليبيا تونس الجزائر مغرب موريتانيا ما كل دول عربية. فين هما كابتن فين هما كنت نشكل ازاي فرق بالاسامي دي بالتاريخ اللي موجودة عندها ما تكونش موجودة في بطولة افريقيا. يعني ازاي ما يكونوش موجودين الجزائر لسه واخدر طولة افريقيا دي الكبار. منتخب الجزائر النشئين فين هوا. المغرب. المهارات العالية جدا. منتخب الجزائر. منتخب تونس. منتخب ليبيا. ما هو ده بيؤكد الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. ان افريقيا تطورت كرويا بشكل كبير. ما بقيتش افريقيا العنيفة. اللي بتعتمد على الكر والفر والقوة والسرعة والخط بدون عقل. صحيح طبعا كان فيه دول قبل كده. يعني غانة من الدول اللي هي طول عمرها عندها كورة على مستوى. نيجيريا نفس الوضع. كودفور في السنين الاخيرة. لكن ده بيدل على ان احنا افريقيا العربية. مش مهتمة الاهتمام الكافي. عشان خاطر تبقى لها السيطرة. او لها التواجد الكبير. يعني طول عمر البطولات الافريقية. على الاقل. بتلاقي مش اقل من ثلاث فرق او اربعة. موجودين في اي بطولة من البطولات. سواء على المستوى المنتخبات الكبيرة او الشباب او الولومبي او الناشئين. احنا ملناش تواجد لحد الان. يعني مالي. يمكن لعبة في نهائيات كاس العالم. الشباب والناشئين. غانة نفس الوضع. نيجيريا قبل كده. نيجيريا في السعودية. لما لعبت دور قبل النهائي مع روسيا. وكانت مغلوبة. وتكسب في اخر اربعتاشر ولا خمستاشر. دي روسيا. اربعة. وكانت مغلوبة تلاتة. في فرق من الاصل. عندهم كورة متطورة. الباقي ابتدى يلحق بالركب الافريقي. فالافريقيا بيت تعتمد على الاداء الجماعي. بيتعتمد على طبعا التكتيك. بداما اذا كنت انا عندي القوة. وعند السرعة. وعند مرونة. وعند رشاخة. يعني فطرية حتى في اللاعب الافريقي. وبعدين طبعا بتطور هالو. فمن السهل جدا انك تطور له فكره. واداءه الفردي الى الاداء الجماعي. كتنشاكر ليه منتخبات نصر. مش هتكلم على المنتخبات الاولى. هتكلم على منتخبات الشباب وناشئين. ليه دايما ما بيكونش عندنا. يعني هدف للصعود. الى ادوار نهائية في مطلع كأس العالم. مع ان الموضوع مش صعب. منتخب الناشئين في كرة اليد بطل عالم. منتخب مالي تالت عالم. منتخب غانا بطل عالم. في يوم من الايام على مستوى الناشئين. منتخب مصر الوحيد اللقب ده. ومنتخب كابتن شاكر موسم 2001. ليه كابتن شاكر عندنا ازمة في صناعة كرة القدم على مستوى الشباب والناشئين. في يعني احنا نخرج بطل او نخرج لاعب عند كل الصفات الدولية. اللي تقدر بعد كده تساعد منتخب مصر الاول. في صعودنا الكاس العالم. وكل سهولة ما يبقاش عندنا مشكلة. ما يبقاش عندنا يا كابتن. ده احنا عملنا انجاز من ثمانية وعشرين سنة محقق نهوش. ده احنا عملنا انجاز مننا ثلاثين سنة عملنا نهوش. لا يبقاش عندنا ناشئين زينا زي البلاد الافريقية اللي احنا متطورين عنها حضريا واكتماعيا وثقافيا وفنيا. هو للأسف الشديد انت اصرت نقطة هي بيت القصيد في كرة القدم في مصر. للأسف الشديد الاهتمام بالناشئين في مصر يكاد يكون منعدم. ممكن اكمل سؤالي بحيطة كابتن. دلوقتي مدرب المنتخب حراك عارف انه مش بيقعد مع اللاعب طول السنة. طبع. فمدرب المنتخب ما يعرفش يعمل ايه. اللاعب بيجيله مرة في الشهر. مرة كل شهرين. فالاساس في الانديه. طبعا. صح كابتن كده. اه. فضله كابتن. فمسابقات الناشئين الاول او اختيار الناشئين للأسف الشديد. الاختيارات قد تكون في نادي او اتنين او تلاتة. مش. على قصص سليمة وعلى قصص علمية. تعال بص البقية الانديهة كلها. مع احترامي طبعا لكل المدربين او الاجهزة اللي بتشتغل. الاختيار والانتقاء بيجي ازاي. نمر واحد بيفكره في فترة الاختبارات. هنجيب كام التذكرة بكام. انا الاول عايز ادور على الخامة. بيدوره على يعمله دخل من الاختبارات. الاول. فبيعمله الاختبارات بشكل غريب. نجيب كورة. وجايه لي خمسمائة واحد. هتخلصهم ازاي. يلا اعمل تقسيمة خمسة خمسة ولا ستة ستة ولا تمانية تمانية. ايا كان العدد. عشر دقايق. ومع السلامة. ما بتشوفش ممكن تكون في موهبة. ما انتش عارف. تشوفها ما بتشوف. ممكن الناس عليك سؤال علمي فعلي. كنت تنشاكل لو سؤالت حدثك ازاي يعمل الاختبار. انا مثلا ندي الترسانة. حدثك عايز تختبر دلوقتي. شباب صغيرين موريد مثلا الفين وثمانية او الفين وسبعة. فعليك كررت ان انت عليك تقود الاختبارات بنفس حدثك. ايه الشكل المثال اللي ممكن يخرج ناشئ او يخرج موهبة. عناية تعرف تجيبها واتدي له حقه. واتدي له الوقت ومظلموش بالوقت. ممكن يكون مكسوف. ممكن يكون خايف. طبعا طبعا. اي مني ادم بيخش في اختبار في اي مجال من المجالات بيبقى عنده شيء من التوتر الى حد ما. فانبالك اما طفل جاي وداخل نادي ويعرف النادي ده لي اسمه وابتاعه كله. وداخل مسلا جاي هو اتنين تلاتة اصحابه. فخايف لا صاحبه يخش هو ما يخشش. طيب نعمل يا جاي. اولا عملية الاختبار والانتقاء دي ليها اصول. لعب الكرة القدم هو عبارة عن بنيان وفكر ومهارة. صح. المهارة دي فطرية. تمام. او نقول الموهبة. موهبة. البنيان ده. من عند ربنا سبحانه وتعالى طبعا. برضو. اه. الفكر مهم جدا. فانك انت لما بتشوف اللعيب هو في الملعب. في واحد فطريا برضو بيعرف يتعامل مع اللي معاه. بيلعب الكرة بيتحرك بيلعب الكرة مش عارف بيعمل ايه. فبتبتدي تلاحظ عنده الايه. العقلية او المنتاليتي الكويس. اه. اه. في لعيب ممكن انت تساهم بتطويره في اللعب. ممكن ما يكونش الموهبة الكروية او المهارية عالية اوي. بس فيه اساسيات. اه. يعني اللاعب لازم يكون بيعرف يمرر الكرة. لان التمرير هو اساس لعب كرة القدم. صح. تمرير ارضية عالية طويلة. ما عرفش ايه. بجنب القدم. بوش القدم. بداخل القدم. دي حاجات كتير بتختبر فيها اللاعب. دي بالذات بتبقى في سن معين. اللي هم ممكن يبقوا بجيين لك بتوع خمساشر سنة وستاشر سنة. لان دي مرحلة از اخترت فيها لعيبة عندهم الاستعداد. بيبقى فيه تأثير وتطوير من خلال التدريب. انت النهاردة. قدرت توصل علميا للاختيار المناسب والسليم لفرق نديك. او للعيبة اللي عندك. هتبتدي تشتغل معهم بتخطيط سليم. بيبقى هدفك كله تطوير اللاعب والفرقة اللي مع المدرب من خلال برنامج عمل. البرنامج ده يشمل تطوير بدني ومهاري وفكري ونفسي. دوت بتشتغل على برنامج. لازم تكون عندك امكانيات ما بتبخلش على اللاعيبة. سواء. طبعا احنا. اه. الحالة المادية بالنسبة لأي أسرة من الأسر. اللاعيب اللي بيجي لك. بيجي لكش مثلا أسرياء. فبيبقى محتاج ان النادي يساعده. ويكون هو اللي بي ايه بيطوره. وبيساعده في الناحية الغذائية. لان انا النهاردة مش هجيب اللاعيب. وعمل مش عارف ايه وعمل ايه. واسيب الجزء المهم جدا اللي بعد الجهد اللي بيبزلوا ده كله. ما بياخدش القيمة الغذائية اللي هي حتعوضوا عن اللي فقدوا في التمرين. عشان يقدر بعد كده يستمر معاك في التمرين اللي بعده صح. فدي كلها للأسف الشديد مش متوفرة في معظم الأندية. نهيك بقى عن للأسف للأسف الشديد. المجاملات فيه اختيار مدربين للأعمار السنية. ولما تقعد تتفرج على التمرين طبعا يعني تحزن. لما انت بتشوف الكلام ده كله. والشيء بقى الأهم من كل اللي ده نخر. وده برضو انا بناشد اتحاد الكرة فيه بالذات. ان لازم مسابقات النشئين العمرية تبقى موحدة. صح. انت النهاردة مهتم بأربع خمس ستة عندها في مكان ما. دول في الممتاز. الباقي سايب مناطق كرة القدم. في مش عارف في الجيزة في بحر في قبل. تعمل اللي هي عايزة تعمله. يعني حاجة غريبة جدا. مثلا اه الترسانة. فوجئت. بروح اتفرج على النشئين. لعبوا طولة ماتشات. وبعدين بقول لهم الماتش اللي عندهم ايه اللي جاي. قالك لا ده خلاص ده الدور الاولاني خلص. طبعا في كرة القدم. عشان تعمل لعيب يوصل للمستوى الدولي. او يبقى لعيب عضو في المنتخب القومي. سواء شباب او نشئين او درجة اه الكبيرة. اه يعني اه ما بياخد شيء يعني زي التعليم. صح. انت النهاردة عايز توصل الجامعة. كابت الشكر يعني انا مضطر للأسف. للأسف ان نقطع كلام حضرتك. علشان يعني الوقت خلص. وانا يعني مستمتع جدا بالكلام حضرتك. ومش عايز اختم. لكن يعني تقعدني. لانا اكون موجود في حلقة تانية. ان شاء الله. عشان نتكلم على مرادة. يعني تحديدا لوحده. لايه. لايه. اعداد النشئين في مصر. يعني حضرتك قيمة وقامة كبيرة طبعا في كرة القدم المصرية. احنا بنستمتع. وبنستفيد من خبرة حضرتك. لكن سمحناك بتنشكر. معنش. يعني المهم ان احنا يعني مجرد. فتحنا الموضوع. لفتنا نظر المسئولين في موضوع زي دوت. لان الاساس دايما اساس في اي مجال. التكوين. صح جدت. التكوين سليم. ابني بقى عليه زي ما انت عايز. مشكورك الكاتب الصحفي في الاخبار الاستاذ عماد المصري. خليكم معنا.